لكل أحوال أنا حابب أكتر نتكلم عن تصريحات الرجل عشان نحاول نفهم عقليته والعقلية والشخصية نقطتين أو معيارين في منتهى الأهمية وانت بتكلم على مدير فني بيقود النادي الأكبر على مستوى أفريقيا والوطن العربي خلينا نشوف لما تباعش جزء من المؤتمر الصحفي المارسيل كولر ونرجع لحضراتكم جميعا أن نحن نعيش لأيشة جزء من ناسك لونجونا نحن نعيش لأيش المؤتمر ونعيش لأن ناسك لأيش نحن نعيش لأيش المؤتمر ونعيش لأيش والحصول على الجهة والجهوية التي وارده رينيا ولكن لقد أ abandonedنا عندما نعتقد الآن لقد كنتم الكثير من اللعبر ثبتنا ولكننا لقد حدثت ورائعها ونعرفنا نحن بالفعل والنحن نحن جايرا ونحن نعرفنا لازمع لازمع ولكننا لأحلنا كنتم وأعمل المعارضة ومعاً نعم بإمكاني نعم العدد من الجميع لكي يجب أن نعم العدد من الجميع نعم الثاني ستكون مؤسدًاً نعم الثاني بإمكاني نعم ونحن نعم لأنه يمكن أن نعم الثاني فعله ولم يجب أن نعم وليس ليس لما يمكنه ومن ثم أقوم بسيطة من ذلك، حدث أجري أنفسنا نحن بحاجة التعامل من يمكن قبل التعامل من يمكن أن تقوم بحاجة التعامل من الوضعي ويمن ثم نحن بحاجة التعامل من الوضع أنفسنا ويمن أثبت المتوقف صفى التعامل من الوضع شكرا للمشاهدة وشكرا 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 للمشاهدة يحب جسدًا يحب جسدًا بلعابل يحب جسدًا مقارس يقول جسدًا ومقه 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 العربت بلعابل ماذا تمام الوقت لديه فقط موطمئا بشكل موطمئا بشخص و رمانه بالتشربة واعتقدان كابتان خاطيب والتشربة المساعدة معنا حاليا. هذا جزء من المؤتمر الصحفي النهارده اللي تكلم فيه الحقيقة ويمكن أكتر حاجة يعني ممكن تخدها من الكلام أنه خدوا بالك وطبعاً أي مدير فني بتكلمه وكان بتولى مسؤولة. رجل عنه سبيه محترم في أوروبا برضه ودرب أندي أبطال ودرب منتخب يعني ماهوش من القوة العزمة التقليدية في أوروبا لكنه يعتبر منتخب كبير برضو منتخب النمسا ونجحته وبصمته مع منتخب باسمه منتخب النمسا ووصوله لتطوير المستوى وترتيبه لما يبتدي المسؤولية بقى في رقم أو تصنيفه يبقى لأربعين على العالم يوصل لأنه يكون عاشر عالم دي نقلة نوعية بالنسبة للكرة النمساوية أو كان السبعين بيقولوا لي طبعاً سبعين على العالم وصله يبقى الرقم عشر على العالم يعني بقى فتكر قوي تجربة تجربة منتخب مصر مع كابتن حسن شحات يعني أنا كنت أكلمكم على إنجازات الكرة المصرية نحن إنجازتنا في آخر 30 سنة كاس عالم 90 و98 بوركين أفاسو و2006,2008,2010 حسن شحاتة مع مدربين على مستوى العالم يعني لما حطت سفي بتاع حسن شحاتة وكابتن جوهر يلا يرحمه طبعاً دول عمالقة يعني أنا بشوف دول أتنين من مدربين تاريخيين لمنتخب مصر لكن السفي بتاعهم على مستوى العالم إنجازاتهم قبل ما يتولوا منتخب مصر لا تؤهلهم يعني أنت لو بتشوف السفيهات دي لو السفي بتاع الجوهري وحسن شحاتة سفي المدرب أجنبي وتقرر أنك أنت تدخليها تولى مسؤولية منتخب ما أعتقدش أنك هتقول إنه سفي حاجة عظيمة أول ونفس الأمر ينطبق على أندية برضو يعني معظم إنجازات الأهل إيمان والجوزي لما جاء يعني أنا كلمت مع حضرتكم فالقصة قصة فرصة وهي فرصة أمام الجميع بالمناسبة وهو قال ده حتى بالنسبة للعيبة وحتى بالنسبة للمساقية كان في وحدنا أسألة بتعلق باللعبين الشباب برأيك فيهم إيه قالك لا الحقيقة أنا الكل قدامه فرصة متساوية أنا اللي يهمني في النهاية ودي نقطة للأسف للأسف يعني أتمنى الحقيقة أنا النهاردة معي حوار مهم جدا عن وكالات اللاعبين ومعنا واحد من أساطير يعني وكالات اللاعبين في أسبانيا وعمل صفقات لأهم اللي أتكلم على لويس فيجو بنتكلم على كارلس بيول بنتكلم على جوركايف أتمنى حتة العقلية دي الوكالة والاتحادات والأندية واللعيبة نفسها تشتغل عليها ورجعها كأن العقلية هي الحاجة الوحيدة اللي بتفرق معي يمكن كمان كابتن سيد طبعا وأنا فرحان كمان يعني معلش لينكون ميشيل يانكون الحقيقة يعني هو صحيح مدرب حراس مرمى محترف لكن أنا بقيت أشعر أن ميشيل يانكون واحد من المنتمين للنادي الأهلي فمعرفش في حل التعاطف معاه فرحت له بصراحة راجل حقيقة ما عندوش أي مان يعني يقوم بأي دور مدام هيبقى داخل جدران القلعة الحمراء وحتى لما الطلب منه يسيب الجهاز الفني للفري الأول وينزل قطعت ناشئ راجل ما اعتردش ولا عمل أي مشكلة مع أنه محترف وجاي على أنه مدرب حراس مرمى محترف وفيه تعاقد بينه وبين النادي وفيه عليه حقوق وعليه واجبات لكن راجل حقيقة التزم وأعتقد أنه معظم الأهلوية يكونوا سعدة بعودة ميشيل يانكون نهارده كابتن سيد عبد الحفيز حقيقة قال أنه أو تكلم على بدايات تجربة مارسل كولر وقال أنه سواء عقليته أو قدراته الفنية أو شخصيته بعد بحث شديد وانتوا عارفين المفاوضات استمرت والأسماء التي كانت مطروحة لتولي مسؤولية الفنية للنادي الأهلي كانت كثيرة جدا لكن كابتن سيد قال طبعا وفيه لفتة كويسة الحقيقة ودي حاجة يمكن بتميز النادي الأهلي والمسؤولين فيه كابتن سيد عبد الحفيز ابتدى بتقديم الشكر أو توجيه الشكر لريكاردو سوارش المدير الفني السابق للنادي الأهلي وجهازه المعاون والحقيقة يمكن تجربة يمكن لم تكتمل ويمكن لو اكتملت كانت تكون تجربة نكحة لكن الحقيقة الرجل قدم عليه بإخلاص شديد جدا وتعرض لظروف قاسية يعني كل الشكر طبعا وجهه ليه كابتن سيد عبد الحفيز وكلم على تجربة بدايات تجربة طبعا مارسيل كولر مرحلة جديدة وفرصة جديدة فرصة جديدة أمام جميع اللاعبين يعني الحقيقة يمكن صفحة قلبت وصفحة جديدة بتكتب أو بتتفتح هيتكتب فيها تاريخ جديد للنادي الأهلي وأعتقد أن الفرص كلها متساوي